أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة في مأربة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بكسميها العلمي والأدبي للعام 2018-2019 ووسط استعدادات وصفت بالجيدة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية حيث كانت تواجه مكتب التربية صعوبات وتحديات كثيرة عادة ما يكون الزحام وكلة اللجان الإشرافية والرقابية أبرزها فضلا عن وجود مراكز خاصة بالنازحين وهو ما عامل مكتب التربية على تجاوزه هذا العام ثمت إشكالات قد تبدو عارضة وبسيطة إلا أنها تؤثر إلى حد ما على نفسيات هؤلاء الطلبة الكهرباء هذه العامة الرئيسية التي تخربها على العادة بك ذاكر الصراحة يعني حماء والضوء يعني ظلام في العشي وحماء يعني ما تقدرش تذاكر أبدا الضوء عام الرئيسي لو تضوء كهرباء والمكيف الشغال تبرد وترتاح تقدر تذاكر شوية بالنظر إلى سير العملية الامتحانية ومتابعة السلطة المحلية يتضح أن الاستعدادات لهذه الدورة الامتحانية كانت منذ وقت مبكر حيث تم اعتماد 31 مركزا امتحانيا موزعة على 12 مديرية مثلت مدريات المدينة أكثر تلك المدريات من حيث المراكز الامتحانية التي راعوا فيها الكثافة الطلابية وعوامل أخرى بحسب المعنيين مشت الأمور على ميرام والحمد لله لم نبلغ عن وجود أي مشاكل في جميع المراكز الامتحانية أرقام الجلوس كانت كافية الأسئلة كانت عند مستوى الطلاب لا توجد هناك إشكالية في الأسئلة أمتحانية سلسة إلى حد ما مصحوبة بحالة من الرضا لدى أولياء الأمور وأبنائهم وهو ما يشكل دافعا للجهات المعنية لمزيد من الجهد والعمل لإنجاح العملية التعليمية بالمحافظة للمرة الخامسة منذ الانقلاب تجرى امتحانات الثنوية العامة هذه المرة لأكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة ومعها تتضح جهود السلطات هنا بخاصة مكتب التربية بالمحافظة فيما يبدو أنها رقبة حقيقية في إيجاد بيئة تعليمية جيدة لا سيما أثناء العملية الامتحانية التي تصل فيها تلك الجهود ذروتها خليل الطويل قناة بلقيس مأرب